المشكلة استطاعت الكويت أن تصنع لوبي داخل العراق يجعل من الأمور الموجودة حالياً هي واقع حال وعلينا نحن كجيل موجود حالياً في إدارة الدولة علينا أن نقتنع بواقع الحال وهذا خطأ هذا خطأ يتحملوا كل سياسي وكل مسؤول تنفيذي يتحمل هذا الخطأ إحنا ليش نتعامل مع الدعامات الحالية واقع حالي وليش ننفذ قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن إذا هذه القرارات مجحفة وجاءت في وقت بضغط على العراق بعد إحنا رفضنا كل ممارسات النظام السابق وحتى أسماء مدن سماها صدام سماها غيرناها إلى أسماء أخرى ليش نلتزم بقرارات صدام وتنازلات صدام تنازلات النظام السابق وتصرفات الهوجة ليش نتحملها إحنا الجيل الحالي وليش نلتزم العراق زين العراق وين دبلوماسية العراق ليش العراق ما عنده وسائل ضغط سواء على الكويت أو على أي دولة أخرى ليش ما يستخدم مسائل الاقتصادية اليوم مشروع التنمية ليش ما يستخدمها للضغط باتجاه استعادة حقوقنا في خور عبدالله التميمي في حدودنا البرية يعني حقل الروميلة النفطي معظم هذا الحقل ذهب باتجاه الكويت والآن الكويت يعني ما اكتفت فقط بالحقل اللي أخذته لا الآن تحفر مائل باتجاه الأراضي العراقية يعني تكرر ما حدث بالسابق بعد النظام السابق عملية تكرار أنا لما نصرحي تقول أكو تمدد كويتي ومو فقط تمدد فوق الأرض أكو تمدد تحت الأرض يسحب خيرات العراق هذا ما حدث مسبقا مثل ما تحدثه الآن نشاط على الحدود العراقية الكويتية مكثث باتجاه النفط ونحن المعروف عندنا بين بئر نفط وبئر نفطي من 500 إلى 700 متر الآن هم يحفرون 150 متر بين بئر وبئر معناها أنهم الآن يسحبون النفط بالطرق أو باستخدام طريقة الحفر المائل فتعاملنا نحن أن نتعامل مع الموضوع ليس كواقع حال ونعتقد أن الدعامات اللي موجودة هو تجاوز على الأراضي العراقية ويجب على العراق الحكومة التنفيذية ممثلة بوزارة الخارجية عفوا أن تتخذ إجراءات وتذهب باتجاه تدويل الموضوع وتدويل القضية وأن حقوقنا في أراضينا وفي مياهنا الإقليمية يجب أن تسترجع اشتركوا في القناة